عيوننا كل يوم وكل دقيقة ترحل لفلسطين والقدس يعني اليوم سنتحدث عن وزارة الثقافة الفلسطينية أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية الخميس المؤتمر الأول لتاريخ وحضرات فلسطين والمنطقة تحت عنوان توجهات جديدة نحو بناء سردية وطنية علمية لتاريخ فلسطين والمنطقة وذلك في عمان في الفترة الواقع ما بين 16-18 كانون الأول بمشاركة 35 مؤرخا وكاتبا وخبراء في الآثار تحديدا وهذه الكوكبة مجموعة من المؤرخين والكتاب من فلسطين والأردن سوريا العراق مصر وفرنسا رايكون معنا الدكتور عاطف أبو سيف معالي وزير الثقافة الفلسطينية نتحدث أكثر عن هذا المؤتمر خلينا نحكي وأيضا هل أتى بنتائجه على أرض الواقع تحديدا بعد الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي صباح الخير معاليك أهلا وسهلا فيك صباح الخير لك صباح الخير لك صباح الخير لك نورتنا ببلدك الثاني ونورتنا بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون مبسوطين بتواجدك معنا شكرا للك على صباح بالبداية خلينا نوضح شو هي الرسالة اللي بيهدف لإلها منها المؤتمر المؤتمر كما تفضلت زميلتي هو يأتي في إطار الرد على الدعاة الاحتلال وعلى رواية الاحتلال التي تحاول أن تنزع الشعب الفلسطيني وتنزع أوروبة فلسطين وتنزع الجذور التاريخية للتواجد العربي في المنطقة من خلال الروايات المزيفة والمضادة تنظيم هذا المؤتمر هو عاد تعتبار للسردية العربية والسردية القديمة في المنطقة للبحث في حقيقة التاريخ بمعنى لأن الصراع الحقيقي مع الاحتلال وعلى الرواية هو يريد أن يقول أن القدس كان معبد ليله صح؟ يريد أن يقول أن الفلسطين كانوا عابلين بالحقيقة هذا كل ينافي الواقع لأن جميع المكتفات الأثرية أثبتت الحضارة في فلسطين وفي المنطقة المجاورة الأردن سوريا للبنان الزهرت منذ 8000 سنوات وستمرت الوجود الإنساني والبشري على مدار هذه القرون المختلفة وكان دائما متجددا ويتجددا أكثر بالتالي هذا المؤتمر من أجل وضع أسس سليمة كما بالعنوان انطلاق نحو سردية جديدة قائمة على التواجد المستمر لسكان المنطقة في هذه البلاد نحن لا نريد أن ننفي أحد ولا نريد أن نقول أنه والله الناس مش موجودة نحن بنقول أننا لا نريد للإحتلال أن يواصل توظيف هذه الرواية التاريخية لصالح مشروع الاحتلالي الكولونيالي الإنزياعي الذي يريد أن يزيحنا من فضاء الرواية الموجودة عبر الروايات المزعومة نعم ما عليك الأردن دائما الحضن للقضية الفلسطينية وهي أيضا في سلم أولوياتها اليوم وزارة التقافي الفلسطينية بتقدم نوعا جديدا من التعريف بهذه القضية من خلال هذه الندوة وهذا المؤتمر تحديدا اللي بيعقد في عمان القلب النابض والأقرب إلى القدس دائما هذه الرسالة بقدمها من قلب عمان للعالم نحن لن نجد مكان يؤقد فيه مؤتمر بحثي عربي عن تاريخ فلسطين أكثر من الأردن توجهة جلالة الملك وتعليمات الحكومة الأردنية هذا الموقف الأردني الذي ليس جديدا تاريخيا منذ بداية المشروع الاستعمار الصيوني في المنطقة والعائلة الهاشمية والملوك المتعاقبين كانوا دائما مع فلسطين ولفلسطين ولصالح فلسطين بالتالي عقد المؤتمر في الأردن له دلالة خاصة لأن أولا من الصعب أن تتحدث عن تاريخ فلسطين دون تاريخ الأردن دون تاريخ المنطقة في شكل عام القبائل الكنعانية القديمة والفينقية كانت تتحرك تعبر النهر بحرية مطلقة وهذا خلق هذا النسيج من الرواية هناك رواية واحدة طبعا لا نشكر وزارة الثقافة الأردنية على كل ما قدمته من أجل التسئلة كانت معالي وزارة الثقافة الدكتور عيفة كانت معنا بالافتتاع من هذا العرص المنطلق أننا نريد سويا أن نقاتل ونحارب الرواية المضادة التي تريد أن تنفيذنا خارج ساقب تلك وهي واحدة من أساليب الاحتلال الإسرائيلي تهويد حقيقة الهوية الفلسطينية والهوية المقتسية إيش الخطط اللي عندكم معاليك لحتى اتحافظوا على الهوية الفلسطينية؟ يعني طلعا هو هناك صراح حقيقي يعني انت شفت قبل أيام سجلنا الثوب ضمن قائمة التطاق قائمة التمثيل للتراث العالمي وكان قبل حاولت إسرائيل دولة الإحتلال الباس ملكات جمال العالم يسرقوا الفلافل ويسرقوا اليابرة أو المرقلة أي شيء ما عندنا مشكلة جدا كان مزعج الصبيي اللي كانت لابسة التوب الفلسطيني نظر اللصوص يسرقونها ما ليس لهم ما فيه لصف يسرقش إلوه بالتالي هم بحاول يسرقوا إحنا أولا علينا أن نقوم بتسجيل كل عناصر التراث الفلسطيني في المحافر الدولي وهذا ما نسأ إليه بلشنا بالثوب وسنبلش بأجزاء أخرى من التراث الفلسطيني إلى جانب ضمان تمرير هذا التراث والموروث لأجيالنا اللعقة السابقة شو قيمة الثوب إذا حافظنا عليه والفتيات الفلسطينيات بعد عشر سنين لم يعرفنا كيف يطرزن بالتالي يجب وهذا ما نسأل عبر المنهاج الفلسطيني وعبر الجمعات الفلسطينية وعبر المراغز المجتمعية لأن تعليم الأجيال اللعقة التراث الفلسطيني وتعزيز حس الانتماء لديهم لأننا ببساطة لا مكان آخر لنا إلا فلسطين مش هروح لا مكان حنظرنا موجدين بتشوف الوضع صار أصعب على الأجيال القادمة في الحفاظ على الأرض إن كان بفلسطين أو الأردن نحن بنحكي على الهوية الفلسطينية بنحكي عن الهوية الأردنية والهوية العربية أيضا أشعر الصعب بالتواجه الأجيال اليوم للحفاظ على هذه الهوية والاستمرار بها السعر في أنه ربما أذب إلا رأيي مخالف قليلا تسمحي لي تشوف لما شاب ملكات جمال العالم في ساتة التوب كل الشعب العربي فاع شباب وصبايا فلسطين شباب وصبايا الأردن الفيسبوك العربي فجأة لأنه في وعي أساس أنه يجب علينا أن نواصل ونحافظ على تقديم المادة التوعوية والغيرة موجودة عند الجيل القديم واللغير الجديد بصراحة كيف ردت هذه الفعل يعني كل العرب كل شباب حتى في الجزائر وبتونس كلهم هناك معركة على المحتوى كانت موجودة على وسائل التواصل ولكن هذا لا يعفينا من مهمة توفير المعلومات البيانات تعزيز المحتوى جزء من أطلقة الحكومة الفلسطينية السنة اللي فاتت ببرنامج تعزيز الرواية الفلسطينية القائمة على حماية الموروث والطراث وتعزيز المحتوى الرقمي يعني أنت أكت ب على الوكيبيد أكت بأي مصطلح بجيك المدخل يكون بالأساس يهودي باللغة العربية داخلين بالتالي هناك حرب حقيقية أو صراحة حقيقية معركة حقيقية جزء منها تعزيز المحتوى هل أنت ما بتطلب هذا الجيل المشأ إذا لم يجد المعلومة المناسبة إذا لم يجد الإرشاد المناسب بالطبع لن يهتم إذا لم يجد المحتوى الرقمي الذي يساعده في اشتباكه المعرفي من أجل التحرر من الهيمنة المعرفية التي أفرضت الاحتلال أوصال التواصل ما عليك إحنا كمان حتى بنشوف هناك حرب بطلة الحرب هي بالأسلحة أو المتعرفة حرب الإعلام حرب الثقافة حرب توفر المعلومات ونشوف دولة الاحتلال مش مقصرة بتشويح الحقائق الموجودة على السوشال ميديا بتشوف نحنا كعرب مقصرين بتقديم الحقائق يعني نشوف دولة الاحتلال عندها قدرة سابقة أنه بتحاول دايما تشتغل على السوشال ميديا أكثر إذا تطلع على الحالة المعرفية العربية نحن مقصرون إذا تطلع على كم ولكن من خلال هذه المؤتمرات كم أنصر تلقيهم بفوت على وكيبيبيا أنت بتخيله أنه يقومون بإدخال المواد باللغة العربية على وكيبيبيا هناك جيش يعمل لديهم ويقوم بدخل بيانات عن الأردن وعن فلسطين وعن سوريا عن التاريخ وعن الأماكن وكلها قد تبدو سليمي إلا سطر سطرين يوصل من الرسال بالدياع بالتالي إحنا بحاجة إلى ثورة رقمية عربية وأظن بشمع مزراء الثقافة العرب بالزوقات في دبي بدءا من يوم غاد سيناقش التوجهات الرقمية العربية في الثقافة لأننا بحاجة ليس النواكب علينا أن نطور نطور ثيري نظرية كيف نتصرف كيف نتدخل في الجامعات مهمة هذا الكلام وهذا يتطلب مننا تعديل البرامج الجامعية بما يخدم التوجهات الجديدة في حماية الثقافة العربية الرقمية بالجامعات والمدارس والدراما والأغاني الوطنية والمؤتمرات لازم بكل مجال نوثق الهوية الفلسطينية ودائما نحاول نخلي أولادنا يشوفوا هذه الشغلات يسمعوا الأغاني الوطنية يشوفوا المسلسلات الفلسطينية يعني في فلسطين ربما بسبب تشتت الشعب الفلسطيني بحكم النكبة المهمة تبدو أكثر تعقيدا وربما زي ما قالت زميلتنا أن التكنونيجي توفر لنا فرصة أنه ما بنقدر نجيبهم عندنا على فلسطين بس الآن الشاشات الرقمية والبرامج للسوشال ميدا وفرت لنا هذه الإمكانية العالم كله وقف مع الشيخ حي الجراح وقت مزارة المشاكل يعني التكنونيجي كتير فادتنا ووصلت صوت يعني أنت زمان كانت الصورة بس نشط الأخبار اللي نجيبها الآن كل مواطن أصبح صعفيا المواطن الصعفي وكل عابر سبيل أصبح مراسل مع الاحترام طبعا للمراسلين وضرهم العظيم والخطر بس أنا بقول يجب أن نبدأ من المنهاج إلى الجامعة إلى المجتمع المحلي إلى صنوف المعرفة المختلفة من غناء ودراما وأفلام ومؤتمرات ومؤتمرات ويجب أن تصبح حالة الاشتباك المعرفة حالة يومية يعني أنت ما بتتخيلي أنه قدش طبعا أكيد كفتيات عربيات أستفزاتي لما شفت طبعا أن البنت اللي سيلبس الثوب طبعا بس أنا بقولهم أبشري بقول لو كل بنات تلبيب لبسن الثوب العالم سيقول بنات تلبيب لبسن الثوب الفلسطيني طبعا معروف هذه هوية وهذا الثوب المنتشر بالمناسب بالمنطقة أيضا في الأردن وفي سوريا هو لوحة وعوة ومعرفة تلبس الفتاة الفلسطينية وتحكي تاريخ الشعب الفلسطيني في المنطقة منذ الأهد اللي كان عاني حتى الله تلاقي رموز مسيحية ورموز إسلامية ورموز بثنية من أيام الإله داجل والأله الكنعانية المختلفة لا يمكن لأحد أن يسرق لا يمكن لك أن تزيف يمكن لك أن تكذب يمكن لك أن تخدع الناس ولكن لا يمكن لك أن تغير الحقيقة بأن هذه البلد لها أصحاب موجودين فيها تاريخ ومتأصل فيها وهذا ما يقوله المؤتمر بالفعل معاليك حتى بالنسبة لموضوع الثوب نحن نميز الثوب الأردني والفلسطيني بس من القطبة كيف نعمل فشيء بسيط جدا ولكن هذا التنوع داخل اللوحة الواحدة طبعا الفسيفساء جميلة نفتخر فيها دائما معاليك خليد حدث عن مخرجات هذا المؤتمر نحن هذه المخرجات مهمة جدا للقائمين على هذا المؤتمر وأيضا نحن كشباب وأيضا كعرب هذه المخرجات ما هي؟ يعني أهم من مخرجات يجب التنسيق بين دول المنطقة بشراحة يعني من أجل تطوير سردية كنعانية وفنيقية سميها ما شئ أنا ما مش ممرخ يعني أنا زي زيك مهتم يعني ما أو عربي عند شعور بغرع منطقة بس يجب تطوير سردية ومدرسة تاريخية قائمة على تأصيل حكاية الوجود الإنساني في هذه الأرض يعني أنا وأنت وزملتنا نحن الورثة الحقيقيين لكل ما مر على هذه الأرض كل الآلهة التي كانت تعبد كل الأنبياء الذين ظهروا إحنا الورثة الحقيقيين لهم وليسوا الغرباء اللي كانوا في لتوانيا وفلاتفيا وفي أمريكا إحنا الورثة الحقيقيين صحيح إحنا عبدنا جميع الآلهة اللي عبدوها أجدادنا هون بالتالي يجب تطوير سردية واحدة وأظن التعاون المشترك في ذلك أمر مهم بالتالي إذا بدك تنظر بين المكونات الأربع الأساسية في هذه المنطقة فلسطين الأردن سوية لبنان لما تعرف منطقة حضرية واحدة وشعوب واحدة كانت بتأيش فيها الأمر الآخر يجب تعميق البحث الأكاديمي إحنا في فلسطين بحاجة لتطوير مؤسسة أكاديمية لدراسة التاريخ القديم وتعزيز هذا التاريخ نحن في مجلس الوزراء مثلا قبل أربعة أشهر أقرينا عادة مراجعة مناهج التاريخ في الجامعات الفلسطينية بدنا نشوف ماذا يدرس ونريد أن نتأكد أن هذه السردية الوطنية هذه أيضا من توصيات المؤتمر اللي بدأ أكد على المؤتمر مراجعة برامج الجامعات المنهاج لطفلتي يا فما أنه مع الزمن أن تكبر وهي تعي وتعرف تطور هذا التاريخ وكيف يمكن لها أن تعرف نفسها من هي والله ما عليك مش بس لأطفال فلسطين ولأطفال العرب كله نحن نكون عنا معرفة بتاريخنا العربي وتحديدا تاريخ فلسطين المختصة بدنا نشكر تواجدك معنا وإن حملك تحياتنا وحبنا للعزوة والأهل بفلسطين اشتقنا لكل أهلنا بفلسطين اشتقنا لهم كثير وتحياتنا لهم وإنشاء صباحهم جميعا لأننا مشاهدين كثير من فلسطين بنحبهم ودائما بيتواصلوا معنا وبعتولنا أحلى مزيجات شكرا معي شكرا للمشاهدة